إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم قبل أن أبدأ في مواصلة ما قرأناه في أحكام تيمم مرت معنا مسألة في الصباح وهي مسألة كيف يتطهر لابس الجبيرة وقلت لكم إن الجبيرة إما أن تكون على عضو تيمم وإما أن تكون على غير عضو تيمم فإذا كانت الجبيرة على عضو تيمم بارك الله فيكم قلنا فالواجب فيها ماذا؟ رسل الصحيح والمسل على الجبيرة يضاف أمر ثالث ويسن أن تمسح عليها يضاف أمر ثالث يجب التيمم في القزء الصحيح تمام؟ نبه جزالة خريشة محمد خليل واضح؟ أيضا يسن أعف يجب أن تتيمم في القزء الصحيح إذن كم يجب فيها؟ ثلاثة أمور غسل الصحيح مسألة الجبيرة ويجب التيمم بعد أن تغسل الصحيح تقفف تمام؟ تقفف المكان المبتل ثم تتيمم فيه أما إمرار التراب على الجبيرة هذا يسن لا يجي فمن بارك الله فيكم هذا استدراك لما مر معنا في درس الصباح واضح المسألة أو لا؟ يتضحك؟ بعضكم ساكتين أعيدها؟ أعيدها نعم لا بأس أو أكتبها على صبورة من البداية يحتاجني أعيد كتابتها أو أعيدها فقط أكتبها أكتبها حسن المهم أن نفهم لا مشكلة في الوقت أكتبها أكتبها نعم أكتبها نعم تبعين من لديك أكتبها وجدت لنعصد أكتبها لنعصد أكتبه تبعون والذي اشتركوا في القناة واضح هذا الذي ذكرناه في الصباح لكن فات أن نذكر الأمر الثالث وهو التينظم نواصل قال العلامة شمس الدين الرملي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة وأن يفتش عن الماء من لم يتيقن فقد الماء أن يفتش عن الماء من لم يتيقن فقد الماء قبل تيمم لأنه قبل طلبه غير فاقد له وقد شرط الله تعالى فقده أما من يتيقن فقده لم يحتك إلى طلبه لأنه عبث حينئذ ويكون أي ويكون الطلب بعد دخول الوقت إذ لا ضرورة إلى طلبه قبل الوقت واضح؟ على كل حال قبل أن أقرأ هذا الذي في الكتاب سأشرح لكم على السبورة حتى إذا قررنا بعد ذلك يكون الأمر قد اتبحت سورته عندكم خلاص أمسح هذا حالات طلب الماء للمتيمم المسافر ما المقصود بالمسافر هنا؟ المقصود ماذا؟ من فقد الماء من فقد الماء في موضع يندر فيه وجوده أو يستوي فيه الأمران أي وجوده وعدمه هذا المراد هذا المراد المسافر حتى لو كان مقيما في مكان يندر فيه وجود الماء أو يستوي فيه وجود الماء وعدم الماء هنا يسمى مسافرا واضح؟ إذن المسافر هنا اصطلاح خاص بهذا الباب ليس هو نفس الاصطلاح الذي يذكر مثلا في باب قصر الصلاة وجمعها فالمراد فالمراد بالمسافر هنا من فقد الماء في موضع يندر فيه وجود الماء أو يستوي فيه الأمران أي وجود الماء وعدم الماء هذا المسافر بارك الله فيكم له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يتيقن عدم الماء الحالة الثانية أن يتيقن وجود الماء الحالة الثالثة أن يقوز أن يقوز وجوده وعدمه إما بظن أو بشك أو بتوهم إما بظن أو بشك أو بتوهم واضح؟ إذن كم صارت الحالات الآن؟ صارت ثلاث حالات واضح؟ قال الفقهاء إذا تيقن عدم الماء لم يجب طلبه لأن طلب الماء حينئذ عبث كيف يطلب الماء وهو يتيقن أن الماء معدوم قال الفقهاء وإذا تيقن وجود الماء أو إذا قوز وجود الماء وعدمه فهذا يجب عليه طلبه يجب عليه طلبه في حد الغوث وحد الغوث هو ذلك الحد الذي لو استغاث الإنسان إذا استغاث الإنسان فإن رفقته يغيثونه وقدره الفقهاء بثلاثمئة ذراع ثلاثمئة ذراع يمكن أن تساوي بالأمتار نحو مئة وخمسين متر تقريبا فيجب عليه طلبه في حد الغوث واضح؟ يجب عليه طلبه في حد الغوث بارك الله فيكم بشر إذا أمن على إذا أمن على ماذا؟ إذا أمن على النفس والعظم والمال والاختصاص والوقت خمسة أمور إذا أمن على نفسه يجب عليه طلبه إذا أمن على عضوه أي على عضو من أعضائه أو على منفعة عضو فيجب عليه الطلب إذا أمن على ماله يجب عليه الطلب إذا أمن على الاختصاص سأشرح الاختصاص يجب عليه الطلب إذا أمن خروج وقت الصلاح يجب عليه الطلب تفهموا من هذا الكلام أنه إذا لم يأمن على نفسه أو على عضوه أو على ماله أو على اختصاصه أو على خروج الوقت لا يجب عليه الطلب طيب ما معنى الاختصاص نحن عرفنا المال سابقا قلنا ما تعرف المال ما تعرف المال كل طاهر منتفع به هذا المال الاختصاص هو الاختصاص كل منتفع به ليس مالا كل شيء تنتفع به لكنه ليس مال مثل الكلب المعلم الكلب المعلم ليس مالا لكن تنتفع به مثل الخمر تنتفع بها بحيث أنها تصير خلا واضح الخمر المحترمة التي عصرت بقصد الخلية تنتفع بها لكنها ليست مالا فما كنت تنتفع به لكنه ليس مالا هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى الاختصاص فيقول لك الفقهة إذا أمنت على النفس أو العضو أو المال أو الاختصاص أو الوقت إذا أمنت على هذه الخمسة فحينئذ يجب عليك طلبه في حد الغوف هذا الحكم المتعلق بمن يجوز وجود الماء وعدمه الماء يجوز وجود الماء وعدمه أما الحالة الثالثة إذا تيقن وجود الماء فهذا له حالتين قد يتيقن وجود الماء في حد الغوف وقد يتيقن وجود الماء في حد القرب حد الغوف مر معنا تقديره وقلنا يقدر تقريبا بـ 150 متر حد الغوف عفوا حد القرب كم تقديره قال العلامة ابن حقر رحمه الله تعالى في تحفته المحتاج أنه نحو نصف فرسخ نحو نصف فرسخ الفرسخ أين أكتب ممكن هنا بخط صغير الفرسخ يساوي ثلاثة ثلاثة أميان واضح الميل يساوي ستة آلاف ذراع هم قالوا حد القرب نصف فرسخ يعني كم يساوي يعني يساوي ميل ونصف يعني الميل ستة آلاف زائداً النصف ثلاثة آلاف ذراع صح الذراع كم يساوي ثمانية وربعين صح ثمانية وربعين إلى خمسين هكذا يمكن أن تحسب تسعة آلاف ذراع تسعة آلاف ذراع كم يساوي بالسنتيمتر تسعة آلاف ذراع كم يساوي بالسنتيمتر أربعة ومية وخمسين ألف أقسم حول السنتيمتر إلى متر أقسم على مية أربعة أربعة أقسم الآن حولته لازال عندك أصفار صح حوله إلى كيلومتر أقسم على ألف أقسم على ألف يطلع أربعة كيلو ونص بالضبط يطلع أربعة كيلو ونص هذا حد هذا حد القرب أربعة كيلو ونص هذا على المعتمد في المذهب الذي اعتمده النووي رحمه الله تعالى من أن الميلة يساوي كم؟ ستة آلاف ذراع واضح؟ وبناء على هذا بارك الله فيكم ستعلمون أن عندما ندرس مسافة القصر أن مسافة القصر تساوي مئة وأربعة واربعين كيلو متر تقريباً ليس كما اشتهر أن مسافة القصر ما بين ثمانين إلى ثلاثة ثمانين إلى ستة وتسعين إلى ستة وتسعين كيلو متر مسافة القصر مئة واربعين كيلو متر على المعتمد في المذهب واضح؟ اعتمد بعض الشافعية المتأخرين ومنهم الشافعية في حضر موت ما قرره العلامة بن عبد البر المالكي رحمه الله أن الميل أن الميل يساوي ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع اعتمدوا أن الميل يساوي ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع لو قلنا أن الميل يساوي ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع كم نصف هذا؟ ثلاثة آلاف وخمسمائة كم نصف هذا؟ الشيخ محمد الحسابة سريع ثلاثة آلاف وخمسمائة كم نصف هذا؟ يكون ألف وسبعمائة وخمسة وعشرين صح؟ طيب هذا زائداً هذا كم يساوي؟ خمسة اثنين اثنين خمسة زراع صح؟ هذا تحوله إلى تحوله إلى سنتيمترات تضربه في كم؟ في ثمانية وربعين تفضل لو سمحت في ثمانية وربعين عرفتم من أين أدت هذه الأرقام أو لا؟ لم؟ مئتين وخمسين مئتين وخمسين وثمان ومئة كيف؟ ما يمكن هذا؟ مئتين وخمسين ألف أقول مئتين وخمسين ألف أقسم على مئة ثم أقسم على ألف يمكن أن نستعمل حسبة حقيقة مئتين وخمسة مئتين وخمسين وهذا؟ لاсолют H vaccinated خمسة ثمانية وثمانية ورنوا أبداً ضرب أصور غرف مبسا كيف نقول مرة أخرى الميل يساوي كم الميل يساوي ثلاثة آلاف وخمسمائة صح ميل ونصف يساوي كم هذا تمام ضرب ثمانية وربعين خمسة ايو اثنين ونصف احسنتم اطلع اثنين ونصف كيلو اثنين ونصف كيلو طيب سأكتب لكم هذا لأن هذا من المهم جدا أن تفهموه سأكتب لكم هذا مرة أخرى انتبهوا بارك الله فيكم أكتبوه هنا ثم أمسحوه الإمام النووي رحمه الله اعتمد أن الميل يساوي ستة آلاف ذراع هذا المعتمد في مذاب الشافعي تمام؟ ابن عبد البر ابن عبد البر المالكي رحمه الله اعتمد أن الميل يساوي ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع لاحظ أن بينهم فرق كبير ليس قليلا تمام؟ طيب الآن نريد أن نحسب حد القرب حد القرب كم يساوي؟ قال لك يساوي نصف فرسخ نصف فرسخ يعني ميل ونصف يعني ستة آلاف زائد ثلاثة آلاف ميل ونصف على كلام ابن عبد البر هذا معتمد المذهب الذي قرره النووي هذا ما قرره العلامة ابن عبد البر المالكي وتابعه على ذلك جماعة من متأخرين شافعية منهم شافعية حضر موت واضح؟ على هذا سيكون ثلاثة آلاف وخمسمائة زائدا ألف وسبعمائة وقمس وعشرين صح؟ طيب هنا يكون الجواب تسعة آلاف ذراع تسعة آلاف ذراع هذا الذراع تحولها إلى سنتمترات تقول تسعة آلاف مضروبة في ثمانية وأربعين واضح؟ تضربها في ثمانية وأربعين كم يكون؟ أربع ومئة نعم دقيقة سأضرب حتى أكتب الجواب لأن هذا من العلم النظري يحتاج إلى نظر وسلان تمام يطلع أربع آلاف وثلاثمائة سنتمتر هذا سنتمتر طبعاً هذا إذا حسبت الذراع ثمانية وأربعين إذا حسبت الذراع خمسين تمام؟ سيقول لك مباشرة هنا أربع ألف أربعمائة وخمسين ألف تمام؟ إذا حسبته خمسين أنا حسبته خمسين من أجل السلامة من الكسور تمام؟ حول هذا إلى كيلومتر هذه سنتمتر أولاً تحولها إلى متر ثم تحولها إلى كيلومتر فتقسمها مباشرة ممكن تقسمها مباشرة على مئة ألف مباشرة هكذا فيكون الجواب كم؟ أربع كيلو ونصف هذا حد القرب على معتمد المذهب فهمنا بارك الله فيكم طيب هنا كم يكون الناتج؟ ثلاثة ألف وخمسمائة زائداً ألف وسبعمائة وخمس وعشرين يكون خمسة آلاف يساوي خمسة آلاف ومئتين وخمس وعشرين ماذا؟ ألف وسبعمائة وخمسين هنا؟ وخمسين؟ أو خمسين نحسنتم هكذا طيب ثلاثة ألف وخمسمائة ثلاثة ألف وخمسمائة زائد ألف وسبعمائة وخمسين يكون ألف ومئتين وخمسين هكذا خمسة ألف ومئتين وخمسين تمام؟ هذه خمسة ألف ومئتين وخمسين ضرب هذا ذراع أنت الآن تحولي إلى سنتيمتر تمام؟ ضرب خمسين تضرب ضرب خمسين كيف؟ لا، عفوا، هذا ألفين مرة أخرى ثلاثة ألف وخمسمائة هذا الميل، ثلاثة ألف وخمسمائة ذراع ميل ونصف ثلاثة ألف وخمسمائة لماذا؟ ثلاثة ألف زائد ألف وسبعمائة وخمسين هل هناك خطأ؟ هل هناك خطأ؟ هل هناك خطأ؟ الميل عند ابن عبد البر ثلاثة ألف وخمسمائة ذراع تمام؟ ميل ونصف هذا تمام؟ يكون المجموع خمسة آلاف خمسة آلاف وميتين وخمسين تقريبا هي نصف المسافة هذه هنا كم؟ تسعة آلاف، نعم، هذه نصف المسافة ضرب خمسين، تمام، ضرب خمسين خمسين، آه، يساوي اثنين، ستة، اثنين، خمسة، خمسة، هكذا تمام؟ ثم هذا قسمة 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 كم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، أيها قسمة خمسة، ثم هذا قسمة مئة ألف يساوي اثنين كيلو ستنين فهمنا هنا؟ نعم يعني باختصار حد القرب باختصار حد القرب على المذهب هذا حد القرب على المذهب أربعة آلاف وميتين يعني أربعة كيلو ونصف والذي اختاره جماعة من المعاصرين هذا ولذلك ستجد في بعض الكتب المعاصرة على سبيل المثال تعليق ماجد الحموي على بعض المتون يذكر هذا أريد أن أقول لك أن هذا الذي يذكرونه أي المعاصرين يذكرونه بناء على ما اعتمده ابن عبد البر وتابعه علي المتاخرين من الشافعية وليس على معتمد المذهب معتمد المذهب هذا فهمنا بارك الله فيكم واضح؟ انتبه لهذا واضبطه إذا تريدون أن تصوروا هذا صوروه حتى نعود إلى المسألة كيف؟ الفرسق يساوي ثلاثة ميال الميل يساوي ستة آلاف ذراع هذا بتقدير الإمام النووي رحمه الله طيب حد القرب كما يقول علامة بن حقر رحمه الله يساوي نحو نصف فرسخ نصف فرسخ سيساوي ميل ونصف يعني تسعة آلاف ذراع تسعة آلاف ذراع تحولها إلى سنتيمترات تضريف في خمسين تمام؟ يطلع عندك أربعمائة وخمسين ألف سنتيمتر تحولها إلى كيلومترات يطلع أربعة كيلو ونصف واضح؟ عند ابن عبد البار رحمه الله أن الميل ثلاثة آلاف خمسمائة ذراع ميل ونصف سيساوي خمسة آلاف ومئتين وخمسين خمسة آلاف ومئتين وخمسين ذراع مضروبة في خمسين سنتيمتر تمام؟ يساوي ألفين وستمائة كم؟ ألفين عفوا مئتين واثنين ستين ألف وخمسمائة سنتيمتر تحولها إلى كيلومترات يكون ثنين فاصل ستة ثنين فاصل خمسة تقريبا هذا واضح بارك الله فيكم ستقد في كثير من كتب الشافعية المعاصرين يذكرون هذا وعندما يذكرون لك مسافة القصر يقولون لك إن مسافة القصر ثلاثة وثمانين كيلومتر بناء على هذا واضح؟ وليس بناء على ما اعتمده الإمام النووي الذي اعتمد أن الميل يساوي ستة آلاف ذراع فهمنا بارك الله فيكم؟ إن شاء الله انتهينا من هذا أمسح؟ طيب بقي أشي؟ طيب إذن نقول بارك الله فيكم نقول بارك الله فيكم بقناption فإما أن يتيقن وجود الماء في حد الغوث أو يتيقن وجود الماء في حد القرب إذا تايقن وجود الماء في حد الغوث فإنه يجب عليه طلبه بشرط يجب عليه طلبه بشرط أن يأمن على واحد يأمن على النفس اثنين يأمن على العظم ثلاثة يجب عليه أن يأمن على المال الذي لا يجب بذله لشراء الماء يأمن على المال الذي لا يجب بذله لشراء الماء أما المال الذي يجب بذله لشراء الماء هذا لا يشترط أن يأمن عليه وبالتالي تفهم من هذا أنه لا يجب عليه أن يأمن على الماء الذي يجب بذله لشراء الماء ولا يجب عليه أن يأمن على الاختصاص ولا يشترط أن يأمن على الوقت فهمنا؟ لكن إذا تيقن وجود الماء في حد القرب فهذا يجب عليه الطلب بشرط أن يأمن على واحد النفس اثنين العظم ثلاثة المال الواجب بذله لشراء الماء أربعة الوقت ولا يشترط أن يأمن على الاختصاص ولا يشترط أن يأمن على المال الذي يجب بذله لشراء الماء فهمنا؟ واضح وغير واضح؟ واضح إن شاء الله أنا ذكرت هذا وكنت لا أريد أن أذكره لأنه هو الذي ذكر فعندما نقرأ سنضطر أننا نفهم هذه العبارة نفهم هذا التقسيم إذن هذا خلاصة التقسيم مرة أخرى نقول حالات طلب الماء للمتيممين مسافر إما أن يتيقن عدم الماء فإذا تيقن عدم الماء لا يجب عليه الطلب إذا تيقن وجود الماء ننظر إذا تيقنه في حد الغوث يجب عليه الطلب بشروط إذا تيقنه في حد القرب وجب عليه الطلب بشروط طيب إذا تيقنه في حد البعد ما هو حد البعد؟ حد البعد ما زاد على حد القرب ما زاد على أربعة كيلو ونصف لا يقب عليه الطلب واضح؟ إذا تيقنه في حد البعد لا يقب عليه الطلب إذا قوز وجوده وعدمه وجب عليه الطلب في حد الغوث بشرط أن يأمن على النفس والعضو والمال والاختصاص والوقت إذا تيقنه في حد الغوث وجب عليه الطلب بشرط أن يأمن على النفس وعلى العضو وعلى المال الذي لا يجب بذله لشراء الماء ولا يشترط أن يأمن على الاختصاص ولا يشترط أن يأمن على الوقت ولا يشترط أن يأمن على المال الذي يجب بذله لشراء الماء وإذا تيقنه في حد القرب وجب عليه الطلب بشرط أن يأمن على النفس وعلى العضو وعلى المال الواجب بذله لشراء الماء وعلى الوقت ولا يشترط أن يأمن على الاختصاص ولا يشترط أن يأمن على المال الذي يجب بذله في شراء الماء واضح؟ ماذا؟ يعني على سبيل المثال الماء الذي تتوضأ به هذا كم قيمته؟ نفترض أن قيمته عشرة ألاف ربية إذا كان المال الذي تخاف عليه مثلا الضياع أو تخاف عليه من أخذ أحد بهذا المقدار هنا لا يشترط أن تأمن عليه إذا كان أكثر يشترط فهمنا؟ أيها نقرأ في عباراته الآن قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال وأن يفتش عن الماء من لم يتيقن فقد الماء تبه قال من لم يتيقن فقد الماء إذن هو يتحدث عن حالة عدم التيقن قبل التيمم لأنه قبل طلبه غير فاقد الله وقد شرط الله تعالى فقده أما من تيقن فقده انظر حالة أولى لم يحتج إلى طلبه لأنه عبث حينئذ فهمنا؟ قال ويكون أي ويكون الطلب بعد دخول الوقت إذ لا ضرورة إلى طلبه قبل الوقت نعم لو اتسعت هذا استثناء يعني يقول لك كما قال لك من قبل لا تتيمم إلا بعد دخول الوقت صح؟ الآن يقول لك بل لا تطلب الماء لا تبحث عنه إلا بعد دخول الوقت ثم استثناء مسألة قال نعم لو اتسعت قافلته أي لو كانت القافلة التي هو فيها واسعة وطلب الماء فيها يحتاج إلى وقت نعم لو اتسعت قافلته وكان بحيث لو أخر الطلب لدخول الوقت عليه لخرج الوقت قبل استعابهم جاز له تقديمه أي تقديم الطلب على دخوله أي على دخول الوقت في رحله ورحل رفقته وحواليه فإن احتاج إلى تردد فعله إلى حد الغوث وهو الذي لو استغاث برفقته لأغاثوه مع ما هم عليه من التشاغل بأحوالهم والتفاوض في أقوالهم واضح؟ وبينا أن حد الغوث يساوي تقريباً مئة وخمسين متر نعم ويخص 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 مواضع الخضرة والطير بمزيد الاحتيار ولا بد أن يأمن أي إذا طلب الماء في حد الغوث أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل واختصاصه ومن خروج الوقت كم هذه أشياء؟ خمسة أشياء تمام؟ وهذا خلاف حالة التيقن انظر وهذا خلاف حالة التيقن التي ستأتي وهذا خلاف حالة التيقن فلا يشترط فيه أمنه على اختصاصه كجلود الميتة ولا على مال يجب بذله في تحصيل الماء ثمناً أو أجرةً فهمنا؟ بارك الله فيكم أولاً واضح؟ قال وهذا على خلاف حالة التيقن فلا يشترط فيه أي في حالة التيقن أمنه على اختصاصه في حالة التيقن قلنا يشترط الأمن على كم أشياء؟ على ثلاث أشياء ما هي؟ النفس والعظم والمال الذي لا يجب بذله في شراء الماء واضح؟ قال خلاف حالة التيقن فلا يشترط فيه أمنه على اختصاصه ولذلك لم نذكر الاقتصاص هنا قال كجلود الميتة جلود الميتة من الاقتصاصات لأنها مما ينتفع بها وليست مالاً قال ولا على مال يجب بذله في تحصيل الماء ولذلك لم نذكره هنا في حالة التيقن قال ثمناً أو أجرةً فهمنا هذا؟ لم فهمنا نسأل أو لا؟ لم لم ها؟ نحن نعيد الشرح على بس ننتبه هذه الحالة حالة التيقن وهذه الحالة حالة التقويز يعني نفترض على سبيل المثال أنني أنا مسافر وأبحث عن الماء في هذا المكان يحتمل أن الماء موجود وأن الماء غير موجود قال لي الفقهاء يجب عليك أن تطلب الماء يجب عليك أن تطلب الماء في حد ماذا؟ في حد الغوث يجب عليك أن تطلب الماء في حد الغوث إذن في حد الغوث الذي هو مئة وخمسين متر يجب عليك أن أطلب الماء في هذا لكن بشرط يجب الآن نتكلم عن الوجوب يجب عليك إذا أمنت على نفسي طيب إذا كنت خائفاً على نفسي أذهب أبحث عن الماء من أسد مثلاً أو من عدو يقتلوني مثلاً قالوا لا يجب عليه يجب عليك أن أبحث عن الماء بشرط أن آمن على أعضائي واضح؟ يجب علي أن أطلب الماء بشرط أن آمن على مالي فلو كان عندي مال عندي متاع أخاف أنني إذا طلبت الماء أن يسرقه أحد أو أن يتلف قالوا لا يجب عليه إذا كان عندي اختصاص مثل كلب معلم ومثل قلد ميتة ونحو ذلك وأنا أخاف عليه قالوا لا يجب عليك الطلب إذا خفت على نفسي أنني إذا طلبت الماء أن يخرج وقت الصلاة قالوا لا يجب عليك الطلب هذا كله متى؟ إذا كنت تقوز وجود الماء في حد الغوث فهمنا؟ بارك الله فيكم طيب إذا تيقنت أن الماء موجود فلك احتمالات إما في حد الغوث يعني تتيقن أن الماء موجود في حد الغوث يعني يمكن أن نرسم دائرة هذا على سبيل المثال هذا الشخص هذا حد الغوث 150 متر وهذا حد القرب يمتد إلى 4.5 كيلو وما زاد عليه يسمى حد البعد قالوا إذا كنت تتيقن أن الماء موجود في حد البعد لا يجب عليك الطلب الحمد لله وإذا كنت تتيقن أن الماء موجود في حد القرب فيجب عليك الطلب لكن بشروط أن تأمن على نفسك واحد كما شرحت لكم قبل قليل وأن تأمن على عضوه من عضائك تأمن على عضائك وأن تأمن على المال الزائد عما يجب بذله مثلا أنا إذا أردت أن أشري الماء أشري بعشرة آلاف واضح؟ فلا يشترط أن أأمن على العشرة الآلاف لكن يشترط أن أأمن على ما زاد على العشرة الآلاف واضح لأن العشرة هذه يجب علي أن أبذلها في شراء الماء فلا يشترط أن أأمن عليها ويشترط أن أأمن على خروق الوقت فلو كان طلبي للماء في حد القرب سيؤدي إلى أنني أصلي الصلاة بعد خروق الوقت نقول لك لا يجب عليك الطلب فهمنا بارك الله فيكم هذا متى؟ هذا متى؟ هذا إذا كنا في حد القرب طيب إذا كان في حد الغوث ولاحظ معي هنا في حد الغوث وهنا في حد الغوث يقول لك الفقهاء يجب عليك الطلب بشرط أن تأمن على النفس وأن تأمن على العضو وأن تأمن على المال الذي لا يجب بذله لشراء الماء هل يشترط أن أأمن على الاختصاص؟ كما في حالة التقويز لا يشترط هل يشترط أن أأمن على المال الذي يجب علي بذله؟ لا يشترط هل يشترط أن أأمن على الوقت؟ لا يشترط ولذلك أنظر في العبارة الآن قال رحمه الله تعالى ويخص مواضع الخضرة والطير بمزيد احتياط لأن الماء غالبا يكون في مواضع الخضرة أي المواضع التي فيها أشجار وغالبا يكون الطير موجودا في مواضع الماء قال هذه الأماكن تخصها بمزيد عناية وبحث لأن الغالب أن الماء موجود فيها قال رحمه الله ولا بد أن يأمن على نفسه واحد وعلى عضوه وعلى ماله انظر لم يفصل في المال مطلقا سواء كان هذا المال مما يجب بذله أو كان زائدا عن ما يجب بذله في هذه الحالة يجب عليك أن تأمن على المال مطلقا تمام؟ قال وعن اختصاصه وإن قل وأن يأمن على خروج الوقت خمسة أشياء وهذا خلاف هذا كله في حالة التيقن أو في حالة التقويز؟ التقويز قال وهذا خلاف حالة التيقن فلا يشترط فيه أمنه على اختصاصه إذن هذا لا يشترط الأمن عليه في هذه الحالة ولذلك لم نذكره هنا واضح؟ قال ولا على مال يجب بذله في تحصيل الماء ولذلك لم نذكره هنا واضح؟ قال ولا على مال يجب بذله في تحصيل الماء قال قبل ذلك وهذا خلاف حالة التيقن فلا يشترط فيه أمنه على اختصاصه كقلود الميتة ولا على مال يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة واضح الفرق بين حالة التيقن وحالة التقويز تمام؟ إن شاء الله ها أستاذ ماذا؟ التقويز حالة التقويز يعني حالة الظن والشك والوهم نعم يدخل يعني إذا توهم أن الماء موجود نعم أيضا يجب عليه قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة الآن سيذكر لك مسألة أخرى فانتبه قال واضح ولو فقده أول الوقت وظن حصوله آخره فتعجيل الصلاة بالتيمم أفضل هذا في حالة الظن تمام؟ أو تيقنه آخره ولو في غير منزله فتأخيرها أفضل إذن عندنا صورة الصورة الأولى أنك تظن أن الماء سيأتي في آخر الوقت نفترض أنك تظن أن الماء سيأتي في الساعة الخامسة والربع وأنت تريد أن تصلي العصر فهل تصلي العصر في أول وقتها؟ أو تؤخرها إلى آخر وقتها؟ لأنك تظن أن الماء سيكون موجودا في آخر الوقت قال في هذه الحالة ما دام أنك تظن وجود الماء لا تتيقن تظن وجود الماء فتقديم الصلاة بالتيمم أولا أفضل هذه الحالة الأولى حالة الثانية أنت تتيقن أن الماء سيكون موجودا في آخر الوقت تتيقن أن الماء سيكون موجودا في آخر الوقت فهل الأفضل أن تصلي الصلاة في أول الوقت بالتيمم أو تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فتصليها بالوضوء لأنك تتيقن أن الماء موجود قال حينئذ تأخير الصلاة أفضل لاحظ معي تأخير الصلاة أفضل لكن بشروط هو ذكر لك هنا شر قال أو تيقن الماء آخره أي آخر الوقت ولو في غير منزله أي في غير المكان الذي هو فيه فتأخيرها أي فتأخير الصلاة أفضل ومحل ذلك إذا اقتصر على صلاة واحدة يعني إذا كان يريد أن يصلي الصلاة مرة واحدة فقط لكن لو أراد أن يصلي الصلاة مرتين فيصلي الصلاة بالتيمم في أول الوقت وثم يصليها بالماء في آخر الوقت فهذا أفضل فهمنا أو لا وهذا مقيد أيضا بشرط ثاني إذا خلت الصلاة الأولى من فضيلة كجماعة مثلا فأما إذا كانت الصلاة الأولى التي سيصليها بالتيمم مقترنة بالجماعة والصلاة الثانية التي سيصليها بالماء سيصليها منفردا فالصلاة الأولى التي بالتيمم جماعة أفضل وهذا له شرط ثالث أيضا بارك الله فيكم وهو أن يكون الوقت الذي سيبقى وقت يتسع للطهارة والصلاة فأما إذا كان الوقت الذي يتيقن أن الماء سيأتي فيه سيكون وقتا ضيقا لا يتسع للطهارة والصلاة بحيث أنه سيوقح الصلاة مثلا خارج الوقت أو بعض الصلاة خارج الوقت فتقديم الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل فهمنا بارك الله فيكم أيها قال رحمه الله تعالى أعيد قراءة المسألة حتى تفهم أكثر قال ولو فقده أول الوقت وظن حصوله آخره فتعقيل الصلاة بالتيمم أفضل هذه المسألة الأولى قال أو تيقنه آخره ولو في غير منزله فتاخيرها أفضل ومحل ذلك إذا اقتصر على صلاة واحدة أما لو صلاها أول الوقت بالتيمم وآخره بالماء فهو النهاية في إحراز الفضيلة فهمنا المسألة هذا هو ذكر لك كم شروط؟ شرطا واحدا وذكرت لك شرطين الشرط الثاني قلت لك ما لم تقترن الصلاة الأولى بنحو فضيلة كجماعة وذكرت لك الشرط الثالث وقلت ما لم يكن الماء الذي سيأتي في آخر الوقت يقينا يضيق أي بقية الوقت عن الطهارة والصلاة تمام؟ قال رحمه الله تعالى ولا نقول إن ذلك إنما يأتي على القول بأن المتيمم يندب له الإعادة لأن محله في من لا يرجو الماء واضح؟ يعني يقول إن هذه المسألة مسألة في المتيقن لوجود الماء وليست هذه المسألة من مسائل التي يستحب فيها الإعادة للمتيمم ثم قال رحمه الله وينادي أي هذا الشخص الذي يبحث عن الماء ينادي فيقول من معه ماء من معه ماء من يقود بالماء واضح؟ عندما يبحث عن الماء في رحله ورفقته ينادي يقول ماذا؟ يقول من معه ماء من يقود بالماء من يبيع الماء واضح؟ حتى يسمعه الناس فإذا كان أحد يريد البيع باع له أو يريد أن يقود به جاد به أو ما شبه ذلك قال ويكرر الطلبة لكل فريضة تحضر ففي كل فريضة يعيد الطلبة مرة ثانية قال رحمه الله تعالى ومن لم يجد ماء ولا ترابا كأن كان على قلة جبل صلى الفرض هذا يسمى عند الفقه فاقد الطهورين فاقد الطهورين بارك الله فيكم هو من لا يجد ماء ولا ترابا لا يجد هذا ولا يجد هذا فهذا يجوز له أن يصلي الفرض فقط ولا يجوز له أن يتنفل يصلي الفرض ويقتصر في الفرض على القراءة الواجبة فقط إذا كان جنوبا واضح إذا كان جنوبا لا يقرأ إلا الفاتحة فقط ولا يقرأ غيرها لأن الجنوب ممنوع من قراءة القرآن لكن يقرأ الفاتحة لأن الصراطة لا تصح إلا بها على المعتمد في المذهب واضح قال لكم رحمه الله ومن لم يجد ماء ولا ترابا كأن كان على قلة جبل قلة وليس هنا كتبها منها على قلة جبل كما في المثل صلى الفرض في وقته حيث انقطع رجاؤه من وجود أحد الطهورين وإلا بأن كان يرجو وجود أحد الطهورين فعند ضيق الوقت يصلي تمام قال يصلي الفرض وحدهم أي فلا يتنفل للزوم الإعادة عليه وأعاد أي ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة لأنه صلى بغير طهارة ماء وبغير طهارة تراب قال وأعاد لأنه عذر نادر إذا وقع لا يدوم هذا التعليل وسأشرحه لكم بعد قليل قال لأنه عذر نادر إذا وقع لا يدوم لكنه إنما يعيد إذا وجد الماء أو التراب بمحل يسقط به فرض الصلاة وإلا حرمت الإعادة يقول لك إذا كنت فاقداً للماء والتراب فإنك تصلي الفرض فقط ثم وجدت الماء إذا وجدت الماء تعيد الصلاة لا مشكلة في هذا إذا وجدت التراب أنت كنت أيضاً فاقداً للتراب إذا وجدت التراب لم تجد الماء وجدت التراب هل تعيد؟ نقول تفصيل إذا كنت في مكان الغالب فيه عدام الماء كالصحراء مثلاً فإنك تستعمل التراب وتعيد وأما إذا كنت في مكان الغالب فيه وجود الماء كالحضر مثلاً فلا تعيد لأنه لا فائدة من الإعادة فمن صلى في مكان يغلب فيه وجود الماء عليه أن يعيد واضح بارك الله فيكم وأشار إلى هذا كله صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال ومن لماء أو تراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد من دين فرداً حيث يسقط القضاء عليه فتجديد عليه فريضاً واضح؟ إذن هذا حكم فاقد الطهورين قال لكم رحمه الله تعالى هنا لأنه عذر نادر إذا وقع على يده الأعذار عند الشافعية رحمه الله تعالى تنقسم إلى قسمين إما عذر عام وإما عذر نادر إما عذر عام وإما عذر نادر والعذر نادر هذا عذر عام مثل على سبيل المثال مثل المطر مثل السفر هذا عذر عام عذر نادر هذا العذر نادر ينقسم إلى قسمين عذر نادر إذا وقع دام استمر وعذر نادر إذا وقع على يده عذر نادر إذا وقع دام قالوا كمن به سلس كالمرأة المستحاضة ومن به سلس بور وما شابه ذلك واضح هذا عذر نادر إذا وقع دام وعذر نادر إذا وقع لا يدوم مثل من قالوا كفاقد الطهورين كون الشخص لا يجد ماء ولا ترابا هذا أمر نادر وإذا حصل فإنه لا يستمر واحد وقالوا كمن يتيمم بسبب شدة البرد فإن هذا نادر أنه لا يجد ما يسخن به الماء واضح وإذا حصل أن البرد اشتد ولم يجد ما يسخن به الماء فإن هذا الأمر لا يستمر في الغالب أن هذا البرد يكون في الفقر مثلا لكن بعد ذلك في وقت الضحى وفي وقت الظهيرة يزول هذا هذا عذر نادر إذا وقع لا يدوم الأعذار نادرة التي إذا وقعت لا تدوم يقول فيها الشافعية رحمة الله عليهم يصلي ثم يعيد بخلاف الأعذار العامة والأعذار النادرة التي إذا وقعت دامت إذا القاعدة في الأعذار في الأعذار النادرة التي لا تدوم أعذار نادرة التي لا تدوم أن الإنسان يصلي ثم عليه لعاذة واضح بارك الله فيكم وستجد هذا التعليل يتكرر معك في أكثر من موضعه هنا قال لكم وأعاد لماذا؟ قال لأنه عذر نادر قوله لأنه عذر نادر أخرج ما لو كان عذرا عاما قال إذا وقع لا يدوم أخرج ما لو كان عذرا نادرا لكنه إذا وقع دام واضح ثم قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز التيمم للبرد لخبر عمر بن العاص لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأصابته جنابة وكان القو باردا فإنه لم يغتسل وتيمم وصلى بأصحابه إماما واضح فحينئذ أقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت بأصحابك وأنت جنوب فاستدل به الفقهاء على أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنوبا مع أنه كان قتيمم واضح قال ويجوز التيمم للبرد لخبر عمر بن العاص إذا فقد ما يسخن به الماء أو كان لا ينفعه تدفئة أعضائه بعد غسلها أو لا يقدر عليها أي لا يقدر على التدفئة ويقضي المتيمم للبرد إذن المتيمم بسبب البرد نقول له إذا تيممت فالتيمم قائز وتصلي لا مشكلة لكن بعد ذلك يجب عليك قضاء الصلوات لماذا؟ قال لأن فقد ما يسخن به الماء أو تدثير أعضائه يعني تقضية أعضائه أمر نادر إذا وقع على يده واضح؟ ثم قال والمتيمم العاصي بسفره يقضي أيضا كناشزة وآبق ناشزة سافرت بغير إذن زوجها عاصية بسفريها آبق عبد سافر بغير إذن سيده وقاطع الطريق لأن التيمم رخصه والرخص لا تناط بالمعاصي وهذه من القواعد الفقهية التي قال بها جمهور الفقهاء خلافا للحنفية قال فإن لم يكن الحامل له على السفر المعصية بأن عصى في سفره ترخص واضح؟ يعني فرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره العاصي بسفره نفس السفر معصية كامرأة سافرت بغير إذن زوجها هذا نفس السفر معصية هذا لا يترخص عبد هرب من سيده هذا عاصي بسفره هذا لا يترخص شخص سافر ليقتل هذا عاصم بسفره هذا لا يترخص لكن شخص آخر سافر للتجارة وفي أثناء سفره ارتكب بعض المعاصي شخص ثاني سافر على سبيل المثال للهج أو للعمرة أو لطلب العلم أو لصلاة الرحيم وفي أثناء سفره ارتكب بعض المعاصي هل هذا عاصم بسفره أو عاصم في سفره في سفره إذن هذا يترخص فرق بين العاصي بالسفر والعاصي في السفر فالعاصي بالسفر لا يترخص لأننا لا نعينه على المعصية قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة فمن اضطر بشرق غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه مفهوم المخالفة إن اضطر وهو باغ أو عاد فإن عليه إثم واضح استدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذه الآية على هذه القاعدة أن الرخص لا تناطل المعاصي أرجو أن يكون هذا واضحا وهذا يكون في سفر معصية فالسفر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وفي هذه الأربعة يجوز ترخص أما إذا كان السفر محرما فلا يجوز الترخص نكون بهذا انتهينا من مبحث التيمم التيمم فيه مسائل كثيرة وتشعبات نعم تشعبات كثيرة بقية مسألة من مسائل التيمم أظن الأحسن أني أذكرها لكم وهي حالات إعادة الصلاة بالنسبة لصاحب الجبيرة تمام يمكن أن نذكرها لكن لا أدري أذان أو لا تؤذن الآن أو بعد بعدها ترجمة نانسي قنقر الحالات التي يعيد فيها صاحب القبيرة والحالات التي لا يعيد فيها الصلاة نقول الجبيرة تبارك الله فيكم تنقسم حالاتها إلى قسمين إما أن تكون الجبيرة على عضو تيمم وإما أن تكون الجبيرة على غير عضو تيمم فإذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم فإنها على حالتي إما أنها لا تأخذ شيئا من الصحيح على ثلاث حالات أو تأخذ من الصحيح قدرا للاستمساك فقط تمام أو تأخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك واضح الجبيرة إما أن تكون على عضو تيمم الوجه أو اليدين وإما أن تكون على غير عضو تيمم فإذا كانت على غير عضو تيمم فإما أنها لا تأخذ من الصحيح شيئا قلت لك مثال ذلك أن تكون الجبيرة طبعا عندما نقول الجبيرة المقصود به الساتر سواء كان الساتر هذا قماش أو كريم أو مرهام أو أي شيء فإذا كان نحو كريم مثلا هذا يكون على قدر القرح هذه الحالة الحالة الثانية أن تأخذ من الصحيح قدر الاستمساك فقط إذا كان القرح هنا فهي تأخذ من الصحيح قليلا هنا وقليلا هنا من أجل أن تثبت عفوا عادة على عضو تيمم إذا كانت مثلا في الرجل تمام فهي تأخذ جزءا من الصحيح من أجل أن تستمسك فقط الحالة الثالثة أن تأخذ من الصحيح زيادة يعني على سبيل المثال إذا كان القرح هنا وقدر الاستمساك الذي تحتاج إليه إلى هنا لكن هي تأخذ هكذا واضح؟ هذه الحالة الثالثة إذن هذه الحالة الأولى أن تكون على قدر العلة حالة الثانية أن تأخذ من الصحيح ما تحتاج لأجل الاستمساك حالة ثالثة أن تأخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك نقول إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم فإنه يجب إعادة الصلاة مطلقا واضح؟ يجب إعادة الصلاة مطلقا إذا كانت القبيرة على غير عضو تيمم ننظر إذا لم تأخذ شيئا من الصحيح لا تجب الإعادة وإذا أخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك وجبت الإعادة مطلقا واضح؟ وإذا أخذت من الصحيح قدر الاستمساك فقط ففيه تفصيل إذا وضعت على طهر لم تجب الإعادة وإذا وضعت على حدث يعني على غير طهر وجبت الإعادة قال وإذا وضعت على حدث وجبت الإعادة إذن صارت كم عند الحالات الآن؟ أربعة خمسة ننظر هذه الحالة الأولى هذه الحالة الثانية هذه الحالة الثالثة هذه الحالة الرابعة هذه الحالة الخمسة صح؟ صح كم حالات تجيب فيها الإعادة؟ واحد تجيب الإعادة اثنين تجيب الإعادة ثلاثة تجيب الإعادة كم حالات لا تجيب فيها الإعادة؟ حالتان واحد اثنين إذن نقول تجيب الإعادة إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم واحد وتجيب الإعادة إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم وأخذت من الصحيح قدر الاستمساك فقط لكنها وضعت على غير طهارة وتجيب الإعادة إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم وأخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك ولا تجيب الإعادة إذا كانت الجبيرة على غير عذو تيمم ولم تأخذ من الصحيح شيئا أو كانت الجبيرة على غير عذو تيمم وأخذت من الصحيح قدر الاستمساك لكنها وضعت على طهارة هذا هو المعتمد في المذهب هناك رأي آخر في المذهب هو قول المزني تلميذ الشافعي واختاره جماعة من فضلاء الشافعية كالنووي والبلقيني والمحلي أن الإعادة لا تجيب مطلقا لأن الإعادة إنما تجيب بأمر جديد ولا يوجد أمر جديد واضح؟ هذا رأي آخر وطبعا الذي أذكره أن مذهب الحنفية أيضا عدم الإعادة مذهب الحنفية عدم الإعادة وفي رأيي دائما أن الإفتاء بمذهب معتبر أو لا من تقليد بعض فقهائي المذهب في قول ليسه المعتمن واضح؟ يعني كوننا نقول للناس يمكن أن تقلد مذهب الإمام أبي حنيفة في عدم الإعادة لأن بعض الناس ربما تظل الجبيرة فيه أربعة أشهر أو ستة أشهر واضح؟ والإعادة تشق في مثل هذه الحال كوننا نقول للناس يمكن أن تقلد مذهب الإمام أبي حنيفة؟ أرى والله أعلم أن هذا أو لا من كوننا نقول له تقلد رأي مثلا المزني والنووي وهو إله لأنه حصل خلاف حتى في المذهب هل يجوز تقليد قول المختارين أو لا يجوز حتى عند الشافعية أنفسها يعني بعض الشافعية يقول لا يجوز لك أن تقلد قول المختارين الذين يختارون أقوالا ليستها المعتمدة في المذهب واضح؟ بعض الشافعية يقول لا يجوز تقليدهم والذي استقر عليه الأمر أنه يجوز تقليدهم فالأمر في ذلك واسع بارك الله فيكم ماذا؟ المجتهد لكن ليس مجتهد مطلق مجتهد في المذهب نعم قال رحمه الله تعالى فصل وأقل الحيض يوم وليلة أن ندخل في الحيض وأقل الحيض يوم وليلة تمام؟ الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة دماء دم حيض ودم نفاس ودم استحاضة ودم الاستحاضة هو دم الفساد الفساد يسمى استحاضة دم الحيض هو الدم الذي يخرج من المرأة حال صحتها فهو دم طبيعة وجبلة ويخرج من أقصى الرحم ما معنى من أقصى؟ يعني من أبعد مكان في الرحم واضح؟ ودم النفاسي هو الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة والمقصود بقولنا عقب الولادة أي بعد فراغ الرحم ولذلك قلت لكم إذا كان في بطنها اثنان فخرج الأول وخرج دم فإن هذا الدم ليس دم نفاس فإذا خرج الثاني وخرج دم فهذا دم نفاس أي بعد فراغ الرحم يسمى دم نفاس ودم الاستحاضة هو ما ليس دم حيض وما ليس دم نفاس واضح؟ إذن هذا التقسيم لا بد أن تفهمه لا يوجد دم رابع يخرج من فرق المرأة فالمرأة يخرج من فرقها فقط ثلاثة دماء دم الحيض دم النفاس ودم الاستحاضة قال لكم مؤلف رحمه الله تعالى وأقل الحيض وهو لغة السيلان وشرعا دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة زمنا في أوقات مخصوصة زمنا والمرأة إنما تحيذ بارك الله فيكم إذا بلغت تسع سنين قمرية تحديدية أو تقريبية؟ تقريبية فالدم الذي ينزل من المرأة قبل تسع سنين تقريبية هذا دم فسال ليس دم حيض إنما يكون دم حيض إذا نزل من المرأة إذا نزل الدم من المرأة بعد تسع سنين أو قبل التسع سنين بما لا يسع حيضا وطبرا وهي ستة عشر يوما لأن أقل الطهر خمسة عشر وأقل الحيض يوم وليلة فالمجموع كم؟ ستة عشر وهذا يسمى الدور فيقولون في بعض الكتب بما لا يسع دورا هذا الدور أقل الحيض زائدا أقل الطهر ومن هنا تعلم لو أن المرأة على سبيل مثال نزل منها الدم قبل بلوغها تسع سنين قمرية بعشرين يوم هل هذا الدم دم حيضا أم لا؟ ليس دم حيضا صح؟ طيب نزل منها الدم قبل بلوغها التسع سنين بعشرين يوم في اليوم الأول نزل الدم نقول ليس حيضا في اليوم الثاني ليس حيضا في اليوم الثالث ليس حيضا في اليوم الرابع ليس حيضا في اليوم الخامس حيض لأنه صار الآن قبل التسع بستة عشر يوما فمن بارك الله فيكم أولا؟ أيها طيب الذي قبل الأربع أيام الأولى هذه هذا دمو فساد حكمها حكم الطاهرات والحيث بارك الله فيكم أحد علامات البلوغ وعلامات البلوغ ثلاثة سيأتي الكلام حولها إن شاء الله عندما نتكلم على شروط على من تجيب الصلاة فنؤجر الكلام عليها إلى موضعها قال رحمه الله يوم وليلة أقل الحيث يوم وليلة أي وهي 24 ساعة متصلة أي متصلة الاتصال المعتاد بحيث أن المرأة إذا أدخلت قطنة في فرقها تفرب نقية نظيفة واضح؟ قال رحمه الله وهي 24 ساعة متصلة ولا يشترط الإنسحاب بل يكفي أن تدخل المرأة القطنة في فرقها فتخرج ملوثة تمام؟ ما معنى ولا يشترط الإنسحاب؟ يعني لا يشترط أن يظهر الدم إلى خارق الفرق بل يكفي هي أن تدخل القطنة فإذا أدخلت القطنة وخرجت ملوثة هذا حيث وإذا أدخلتها وخرجت نظيفة هذا ليس حيثا لكن انتبه معي قد يحصل أحيانا أن الدم ينزل ثم ينقطع ثم يعود في وقت الإمكان أي في وقت إمكان الحيث فهذا النقاء الذي يتخلل الحيث حيث هذا يحتاج إلى صبور لا أدري هل يصلح الحيث في آخر اليوم أو لا يصلح الحيث يحتاج إلى أن يكون الذهن صافيا شكرا شكرا نفترض على سبيل المثال أن هذه تواريخ الأيام هذه تواريخ الأيام مثلا إمرأة نزل منها الدم في اليوم الأول أربع ساعات في اليوم الثاني نزل منها الدم ثلاث ساعات في اليوم الثالث نزل منها الدم ساعتين في اليوم الرابع ساعتين في اليوم القامل ساعتين في اليوم السادس نزل منها الدم ثلاث ساعات ثم ينقطع الدم انقطع الدم هل هذا الدم دم حيظ أم لا؟ هذا ليس دم حيظ لماذا؟ ننظر تجمع الساعات تمام؟ طبعا نزل منها الدم أو نفس الكلام لا يشترط الانسحاب يكفي بأنها تضع قطنة النعم فتعرفه الدم موجود أو غير موجود تمام؟ تقول أربعة وثلاثة سبعة تسعة أحد عشر ثلاثة عشر خمسة عشر خمسة عشر ساعة هذا أقل من يوم وليلة أقل من أربع وعشرين ساعة واضح؟ إذن هذا دم استحاضة دم فساد ليس دم حيظ تمام؟ أيضا طيب نزل منها الدم أربع ساعات ثم خمس ساعات، ثم ست ساعات، ثم ثم ثمان ساعات، ثم أربع ساعات، ثم ثلاث ساعات، ثم ساعتين، ثم ساعتين، ثم انقطع الدم هذا حيظ حيظ نحسب إلى أن الأيام لا تتقاوز خمسة عشر يوما قل ذيك انتبه لو نزل منها الدم على سبيل المثال، في اليوم الأول خمس ساعات، في اليوم الثاني خمس ساعات، في اليوم الثالث أربع ساعات، ثم انقطع الدم أربع ساعات، ثم انقطع الدم، ثم آي نعم، ثم عاد إليها الدم في اليوم الحادي عشر، تمام؟ فنزل منها أربع ساعات، ثم نزل منها خمس ساعات، ثم نزل منها ست ساعات، ثم انقطع في هذه الفترة حصل نقاء، لا يقدم، حتى أنها كانت تدخل القطنة مثلا، فتخرج القطنة ليس فيها شيء، حصل نقاء، لكن هذا النقاء كان بين حيظ وحيظ، وهو في وقت إمكان الحيظ، ما معنى إمكان الحيظ؟ يعني في أثناء الخمسة عشر يوم، هذا النقاء عند الشافعية، هذا النقاء حيظ، هذه كلها حيظ، حتى في هذه الأيام حيظ، 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 تقول المرأة مثلا، تقول أنا نزل مني الدم في اليوم الأول والثاني والثالث، ثم انقطع الدم، كيف أصنع؟ نقول صلي، وإذا كنت في رمضان صومي، واضح؟ واضح؟ لكن بعد ذلك إذا عاد الدم، تبين بطلان الصلاة وبطلان الصيام، واضح؟ دقيقة، نحن الآن نقرر عبادات، انتبه، هذه أحكام يجهلها كثير من المسلمين، انتبه، واضح؟ هذا مذهب الشافعية، أن النقاء في فترة إمكان الحيظ، حيظ، هذا مذهب الشافعية، مذهب المالكية والحنابلة، أن النقاء في فترة إمكان الحيظ، طهر، وهذا أجسر، أقول لكم هذا لماذا؟ أقول لكم هذا بارك الله فيكم، لأنه أحيانا تحصل حاجة أنك تأخذ بهذه الأقوال، وأضرب لكم مسألة، في الحج مثلا، المرأة أحيانا ينزل من هدم الحيظ، ويستمر أسبوع عشرة أيام، وهي تحتاج أن تطوف طواف الإفاظة، واضح؟ فلو طافت بناء على مذهب الشافعية لا يصح، لأن الحائظة لا تطوف، لكن لو أخذنا بقول المالكية، وهو قول الحنابل أيضا، فإن هذا أيسر لها، واضح؟ أيسر لها تطوف، بناء على أن هذا طهر، وتعود مع رفقتها إلى بلدها، واضح؟ فأحيانا هناك حاجة أنك تأخذ بقول مذهب آخر، مع أن العلامة بن حقر رحمه الله تعالى قرر أكثر من مرة أنه يجوز أن تأخذ بمذهب من المذهب الأربعة المعتبرة، وتقلده وإن لم تكن ثمة حاجة، واضح؟ وإن لم تكن ثمة حاجة، فكيف إذا كان مع الحاجة؟ طيب، نقول بارك الله فيكم مثال آخر إمرأة على سبيل المثال، نزل منها الدم في اليوم الأول ست ساعات، في اليوم الثاني أربع ساعات، في اليوم الثالث أربع ساعات، ثم نزل منها الدم أيضا أربع ساعات، وخمس ساعات، وست ساعات، وساعتين ثم انقطع الدم، انتبه بارك الله فيك، انقطع الدم وفي اليوم السابع عشر عاد إليها الدم فنزل ثلاث ساعات، ثم نزل أربع ساعات، ثم نزل خمس ساعات، ثم نزل ست ساعات، واضح؟ هذا الدم الذي هنا دم حيث، لأن مجموعة الساعات أكثر من أربع وعشرين ساعات، أربع وعشرين فصاعدا، صح؟ واحد، ولأنه نزل في وقت إمكان الحيث، إذن هذا دم حيث، طيب، هذا هل هو دم حيثا أم لا؟ ننظر، أقل الطهر خمسة عشر يوما، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، داعش، طناعش، ثلاثة عشر، إذن هذا نزل في وقت لا يمكن أن يكون حيث، لأن أقل الطهر خمسة عشر يوما، واضح؟ إذن هذا نقول هذا دم فساد استحاضة، فهمنا؟ نعم، لكن انتبه معي للذي بعده، تعبتم؟ إن شاء الله تعبتم، إن شاء الله ماذا؟ خلاص خلاص نقف نقف الآن خلاص، نقف الباقي في الصباح إن شاء الله انتبه، نزل الدم منها في اليوم الأول ستساعات، في اليوم الثاني أربع ساعات، كما هو أمامكم، قلتم هذا دم حيث، قيد ثم عاد إليها الدم، بعد ذلك فنزل ساعتين ثم ثلاثة ثم أربع، ننظر متى عاد نحسب واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، داعش، اثناعش، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر هذا اليوم الذي نزل فيه الدم نزل في اليوم خامس عشر، هذا دم فساد، هذا دم حيث، هذا دم حيث فهمنا؟ بارك الله فيكم؟ أيها، هذه بعض الأمثلة فقط حتى تمشي على هذه القواعد إذن عندما يذكر لك الفقهاء يقول لك أقل الحيث يوم وليلة، هذا قاعدة واضح؟ يقول لك الفقهاء أقل الحيث يوم وليلة، أكثر الحيث خمسة عشر يوماً ما معنى أكثر الحيث خمسة عشر يوماً؟ أي أن الدم لو استمر أكثر من خمسة عشر يوم فإن هذا يكون دم فساد يعني نزل منها الدم مثلاً في كل يوم ساعتين على سبيل المثال واضح؟ هكذا نقول خمسة عشر يوماً إلى هنا هذا حيث، الدم استمر، نقول هذا دم فساد، لأن الحيث لا يمكن أن يزيد على خمسة عشر يوم أكثر الحيث خمسة عشر يوماً، أقل الطهر خمسة عشر يوماً، وبنينا عليه هذه المثالة فلو نزل الدم في وقت لا يمكن إلا أن يكون طهراً، فهذا الدم دم فساد واضح؟ أما أكثر الطهر لا حد له فقد تبقى المرأة سنة أو سنتين وقد تبقى المرأة عمرها لا تحيث واضح؟ وأقل سن تحيظ فيه المرأة تسع سنين قمرية تقريبية تمام؟ عندنا الشافعية نقول تقريبية عند الحنابلة يقولون تسع سنين قمرية تحديدية واضح؟ بارك الله فيكم وأقل سن تحمل فيه المرأة كم؟ بعد أن تتزوج طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى نكمل فقط هذا بارك الله فيكم نكمل هذا ويحرم بالحيظ ونقعله في درس الصباح قال فصل وأقل الحيظ وهو لغتنا السيلان وشرعا دمج بالذين يخرج من أقصى رحم المرأة في وقت في أوقات مخصوصة زمنا يوم وليلة قد يقول قال من أين أتت هذه التقديرات؟ يوم وليلة خمسة عشر استقراء استقراء إمام الشافعي رحمه الله إمام الشافعي رحمه الله طوف في البلاد ولد في غزة وانتقل إلى مكة ثم إلى المدينة ثم إلى اليمن ثم إلى العراق ثم إلى مكة ثم إلى العراق ثم إلى مكة ثم قيل أنه مباشرة إلى مصر وقيل من العراق إلى مصر ومات في مصر مع أن عمره أربعة وفمسين سنة صغير عرفت وقال تغرب عن الأوطان في طلب العلاء وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفريق هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد فإن قيل في الأسفار بؤس وشدة وقطع الفياف وارتكاب الشدائد فموت الفتاة خير له من بقائه بأرض هوان بين واشن وحاسد وقال ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدعي الأوطان واغتربي سافر تجد عوضا عن من تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيته قوف الماء يرسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يضيبي إلى آخر ما قال فطوف في البلاد واستقرأ عادات النساء فسمع أن هذه تحيظ كذا وهذه تحيظ كذا وعاش في بلاد حارة وفي بلاد باردة وفي بلاد اختلف الناس في طعامهم والنساء في بنيتهم فهذا الاستقراء هو الذي حصله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى واضح؟ لكن مع ذلك نقول هذا رأيون شخصي واضح؟ نقول إذا أمكن أن الطب يحدد للمرأة التي اضطربت حيظها أو اختلط حيظها باستحاضتها إذا أمكن أن الطب يحدد لها مثلاً ما خرق الحيظ أقصى الرحم صح؟ ما خرق الاستحاضة من عرق اسمه العادل فإذا أمكن أن الطب يحدد للمرأة أن هذا الدم دم حيث وأن هذا الدم ليس دم حيث دم استحاضة فللمرأة أن ترجع إلى الدب واضح؟ وإن خالف هذا الاستقراء هذا رأيون شخصي لا علاقة له بالمثل بالشافعي واضح؟ لأن القضية هذه قضية قد تختلف فيه النساء نعم استقراء الإمام الشافعي الأصل أننا نرجع إليه لكن مع ذلك قد يوجد شيء لم يصل إلى أو لم يكن في البيانات التي استقراء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فالنساء يختلفون من بلاد إلى أخرى ومن فصل إلى آخر ومن زمن إلى آخر فبنية النساء في ذلك الزمن ليست كبنية النساء اليوم بل بنية الرجال في ذلك الزمن ليس كبنية الرجال اليوم الرجال كانوا أقوياء أشدة اليوم ضعفاء متهالكون واضح أو لا أو لا تشعرون بهذا على كل حال هذا فقط رأي شخصي يعني هذه المسألة لو قلنا أننا نعود فيها إلى الطب مع يعني إعمال القواعد الشرع ما في مشكلة في هذا يعني مع إعمال أحكام الشرع أحكام الشرع ما في مشكلة في هذا هذا نظر شخصي والله أعلم قال رحمه الله تعالى يوم وليلة وهي أربعة وعشرون ساعة متصلة ولا يشترط الانسحاب شرحت هذا بل يكفي أن تدخل المرأة القطنة في فرجها فتخرج ملوثة وأكثره أي وأكثر الحيض خمسة عشر يوما كما أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما انتبه أقل الطهر بين الحيضتين بين الحيضتين خمسة عشر يوما لكن الطهر بين حيض ونفاس أو بين نفاس وحيض قد يكون أقل من خمسة عشر يوما فعندنا في المذهب أن المرأة الحامل تحيظ واضح فيمكن مثلا أن المرأة في قبل ولادتها بأيام يأتيها دم الحيض تطهر تجلس يوم أو يومين أو ثلاثة أيام تلت يكون نفاس فلاحظ أن الطهر الذي بين الحيض والنفاس أقل من خمسة عشر يوما ويمكن أن المرأة إذا كانت نفسا واستمر معها النفاس ستين يوما طهرت من النفاس تجلس يومين أو ثلاثة أو أربعة تحيث فلاحظ معي أن الطهر الذي بين النفاس والحيض أقل من خمسة عشر يوما لكن الطهر الذي يكون بين حيضتين لا يمكن أن يكون أقل من خمسة عشر يوما فهمنا بارك الله فيكم قال رحمه الله فاحترزنا بما بين الحيضتين عن حيضا ونفاس سواء تقدم الحيض عن النفاس أو تقدم النفاس على الحيض وقلت لكم إن الأصح في مذهب الإمام الشافعي رحمة الله الواسعة عليه أن الحامل تحيظ وهذا القول فيه يسر على المرأة صحيح لأن كون المرأة الحامل تحيظ هذا أيسر عليها في الصيام مثلا فلا تصوم وأيسر عليها في الصلاة مثلا لا تصلي وما شابه ذلك تمام قال وغالبه ست أو سبع أي ست أيام أو سبع أيام لخبر حمنة بنت جحش صوب عنده مكتوب حميد هذا ما تريد من حميد قال لخبر حمنة بن جحش وخبر حمنة بن جحش تحيظي ست أيام أو سبع واضح وغالب الطهر ثلاثة وعشرون يوما أو أربعة وعشرون يوما قال تحيظي ستة أيام أو سبعة قال وغالب الطهر ثلاثة وعشرون يوما أو أربعة وعشرون يوما إذا قلت إن غالب الحيظ ستة أيام فإن غالب الطهر أربعة وعشرون يوما وإذا قلت إن غالب الحيظ سبعة أيام فإن غالب الطهر ثلاثة وعشرون يوما قال ويحرم بالحيظ هذا نجعله افتتاح الدرس غدا إن شاء الله نقف هنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة